السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا طالبة سالم وحيد عبد الحليم طالبة في الفرقة الرابعة كلية تدب البيتاري جامعة القاهرة المرة هذه هنتكلم عن اكتيفتي مطلوب مننا في مادة الرقابة الصحية على الألبان وعبارة عن ريفيو عن الكلين الكروديج هنبدأ بالتابل هنتكلم إن شاء الله عن من الكلين الكروديجي من الكلوم والكيميكال والجميع والاستوريج والميكيجين كيف نقوم بتحضير الكلام كيف نقوم بتحضير الكلام ونرى الريفرينسيز اللي استعملناه دي لست بقى سامي الطلبة اللي شاركه في البروجيك ده الدكتورة شريم محمد رفعت الدكتورة سارة مرزوق علي الدكتورة سارة عبدالعظيم أحمدي ودكتورة سالواء إيهاب إبراهيم هنبدأ بالكريتيريا أولاً لازم يكون فيه كريتيريا نمشي عليها زي healthy dairy cow الprovision of clean feed and water ال proper milking units أو parlor أو الشد اللي هنستعملها الملكر يكون healthy hands or clothes بتاع الملكر لازم تكون clean appropriate milking will storage equipment لازم تكون kept in good condition بعد الملكر على طول لازم تعمل تنظيف للstorage equipment دي والملك لازم يكون cooled هنشوف the sources of contamination أولهم ال other عارفين ان المستيتس عبار عن inflammation to one or more quarters of the other usually caused by bacterial infection the most common pathogens هي staphilococcus aureus streptococcus agalactia والstreptococcus dysgalactia البكتيريا الexposure بيزيد قوي لما يكون البكتيريا تقدر to multiply في teeth sore أو teeth ducts لو في تعويرة في teeth أو كده بتعمل source of contamination عالي ولو البدن grossly contaminated penetration of the teeth duct ممكن يحصل وانت بتعمل milking أو بعد عملية between milking processes يعني environment unclean animal لو الحامنش متنظف كويس لو البدن بتاعه moist و dirty ده بيعمل environment اللي الانتيريو بكتيرييسي والانتيريو كوكاي و بكتيريات تانية كتير إنها ممكن تنمو فيها لو في accumulation the feces will slurry the passageways the milking parlors the routes اللي البقرة بتعدي فيها لو في unclean أو unhealthy milker insects أو rodent infestation لو sewage system أو animal feces عمل seepage للمناطق اللي بيحصل فيها milking أو المناطق اللي بتحفظ فيها الحيوان طبعا دياما the source of contamination والwater will feed the chemicals كمان واحدة من the contaminants the antibiotics اللي بتنزل في اللبن the hormones the toxins the disinfectants اللي بنستعملها عشان ننظف ال other and pesticides the storage لو containers بتاعتك unclean أو cracked أو dented أو cooling conditions بتاعتك ما كانتش مزبوطة لو انت جايد ساقع في درجة حرارة أعلى من 7.2 وردي في بكتيري اللي هي psychotrophs البكتيريا اللي بتحب تنمو في درجات الحرارة المنخفضة هتكون موجودة كمان انت كده بانك عملت improper cooling conditions هتنمو بكتيريا أكتر والmilking equipment لو فيها أي milk residues طبعا ده بيعمل environment كي يصل supporting the growth of variety of microorganisms هنا ده بيبين sources of contamination المختلفة اللي اتكلمنا عنها زي ما هو واضح human being والair والبكتيري اللي جواه ال other من الماستايتس أو لجايم الفيسيز أو من بارة ال other أو من milking machines أو من البدن والسويل والفيد والووتر اللي محاطة بالحيوان طبعا زي ممكن اعمل prevention للgrowth of contaminants ممكن اعمل prevention واني افويد اي تيت damage واعمل emollients في التيت dip علشان اي انابل الhealing لأي تيت sore استعمل dips والsprays بتاع الايودين بعد كل عملية milking اعمل disinfection ده المنطقة دي كلها I have to detect اي clinical mastitis موجود وانس detected لازم اعمل treatment بالantibiotics under veterinary supervision وما يفعش اعمل milking على طول وانا بدي antibiotics لازم استنى فترة الwithdrawal time وبعدين اقدر استعمل الملك بتاع الحيوان دوت I have to keep records علشان اعمل لأي كاوز عندها repeated clinical mastitis كل لبن اي حيوان لازم يكون examined للphysical والchemical organoleptic abnormalities لو موجودة الملك ده بيبقى immediately rejected restrict المovement بتاع people والvehicles والequipment into the areas موجودة لازم اعمل لها destruction اعمل لها مثلا عن طريق pasteurization اوانية البسترة دي invent طبعا بالفرنش scientist louis pasteur في القرن 19 هو اكتشف ان انت لما تسخن الملك عن درجات حرارة عالية وبعدين تعمل swift cooling درجة حرارة اربعة اللي هي درجة حرارة التلاجة ده هي انابل الملك ان هو يرمين fresher for an extended period of time فالغرض ان انت طبعا ت increase the shelf life would make it suitable for human consumption في اربع طور اللي pasteurization ممكن high temperature short time treatment بتبستر اللبن عن درجة حرارة 72 لمدة 15 سنة او low temperature long time treatment بتعمل pasteur عن 63 degree لمدة مص ساعة او ultra pasteurization انك بتسخن اللبن عن درجة الهرام 138 لمدة سنيتين وده يكستند ال refrigerated shelf life من 60 يوم ل90 يوم طبعا في طريقة تانية وده مختلفة عن الابليها في حاجة بسيطة ان ال ultra high temperature ده بتعمل heating من 138 ل150 من سنة لسنيتين بس ده يقدر يحفظ لك product بتاعك without أي refrigeration لمدة 90 يوم في disadvantages البasteurization طبعا انها بتعمل destruction لبعض الفيتامين والمانرال اللي موجودة في اللبن اللي جانب انها time consuming و expensive طريقة من طرق الsterilization بتاع اللبن تعلي درجة حرارة اللبن ل135 سليزيس لفترة بردو سنيتين لخمس سواني وبعدين تعمل flash cooling عن درجة حرارة أربعة مرادة فيتوه methods direct و indirect heating systems ال direct ان ال product اللي انت عايز تعمله heating ده موجود في direct contact مع steam ال advantage طبعا ان ال product هيبه موجود في elevated temperature لفترة زمنية قصيرة فبالنسبة للملك وهو heat sensitive product ده معناها list damage للملك content ال indirect الفرق الوحيد انك بتسيبارات ال heating medium وال product بتاعك ب equipment contact surfaces ال advantage انك بتديك long shelf life قد تكون اكتر من ثلاث شهور بدون اي refrigeration دي ال references اللي استعملناها في ال review داوت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة